نعم عن هذه الاتفاقية بالتحديد كنت سأسألك سيد كاتبوغلو الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع ليبيا رغم كثير من الاعترابات الدولية التي حدثت عليها وكانت مفاجئة أيضا وفق مراقبين برأيكم أين تصب المصلحة في الاتفاقية المبرمة بين ليبيا وتركيا إلى جانب أيضا اليونان لها امتعاض وأبدت امتعاضها من الاتفاقية هذه هذا موضوع مهم جدا أشكرك عليه بداية اليونان امتعضت أم لم تنزعجت أم لم تنزعج ليس له أي قيبة بالنسبة لتركيا تركيا دولة ذات سيادة وهي تحمي مصالحها ومصالحها المشتركة مع الدول ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة الاتفاقية الثنائية لا ننسى بأن تركيا وليبيا وقعت في الثالث من هذا الشهر أكتوبر مذكر التفاهم في التبادل العلمي والتقني وبداية مرحلة ما يسمى مرحلة التطوير والاستقشاف إذا ما كان هناك حقول نفطية أو ما يسمى الهيدرو كربونز وإذا ما تم ذلك يتم الاستخراجه والاستفادة بطريقة الوين وين إكويشن الربح المتبادل والكل يكون رابحا وكان هذا المتبادل التفاهم تستند إلى اتفاقية تم توقيها في شهر نوفمبر من عام 2019 التي تدل على أن هناك تعاون بين كل من تركيا وليبيا في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وكان هناك من هذا الترسيم أنهم دولة متشاطئتان هناك حدود مشتركة بين كل من تركيا وليبيا وهذه الاتفاقية تمت على الرغم من اعتراض وامتعاد ليس فقط اليونان اليونان قبرص اليونانية وأيضا بعض الدول الأخرى مثل مصر وإسرائيل الذين أو الذين جميع هذه الدول الأربعة همشوا تركيا ولم يدعوها إلى منتدى شرق غاز المتوسط وكان هناك اتفاقيات خارج إرادة تركيا أو بدون دعوة تركيا وتركيا التي هي لديها أكتول شاطئ على البحر المتوسط أو شرق البحر المتوسط وبالتالي عندما ينفرد الآخر بقرارهم وعندما يهمش تركيا ولا يقوم بدعوتها إلى ندوة مشتركة ما يسمى منتدى شرق الغاز المتوسط تقوم تركيا أيضا بتهميش الآخرين وترسيم حدودها مع ليبيا بشكل مباشر وبناء على هذا الترسيم تم توقيع مذكرة التفاهم التي وقعت مع بداية هذا الشهر التي تنص على ماذا؟ تنص على أن هناك حقبة جديدة من استكشاف الغاز الطبيعي والهيدروكربون وربما أيضا يكون هناك نفط برا وبحرا وهذا تعتبر سابقة قوية جدا للبلدين يعني أصبحت تركيا الآن ليس فقط هي تحاول أن تكتشف الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية وأراضيها بل أصبحت بسطولها القوي تدعم دول أخرى وأصبحت هي تلقب لهم أيضا عن الغاز الطبيعي وعن النفط وليبيا مثالا على ذلك إذن سيكون هناك مكاسب كبيرة اقتصادية تركية ليبية هذا أولا ثانيا تغيير المعادلة النفطية العالمية وتأثيرات جيوسياسية قوية ضد اليونان وإسرائيل اللتاني كان يخططان لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى كل أوروبا ضاربين بعرض الحائط كل المصالح العائدة لكل من تركيا والدول المطلة على شرق المتوسط اشتركوا في القناة